موقع يجمع كل البودكاست العربي والجزائريين تحديداً هو الإضافة الجديدة التي احتلت عالم الشبكة العنكبوتية منذ أمس بودكاست أرابيا أطلقه الإعلامي والكاتب الجزائري يوسف بعلوج ليكون أكبر موقع يجمع البودكاست العرب ونجوم هذا العالم الذي صار حكراً وعلامة مسجلة لدى الشباب موقع يجمع كل البودكاستر من كل الدول العربية يعني كل اليوتيوبرز المهمين لأنهم يخدموا محتوى يليقوا بالمشاهد العربي ضميناهم للموقع وكانوا ناسوا في قائمة الانتظار إن شاء الله باش نضمهم الموقع الأول من نوعه صار يجمع كل نجوم اليوتيوب في بوابة واحدة المشروع اشتغل عليه صاحبه منذ سنتين تقريباً ليشمل أهم الفيديوهات والحصيات الخاصة بالبودكاست الشباب في العالم العربي وتحديداً في الجزائر وتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيسبوك لإبراز أهم ما ينشر على يوتيوب في مجالات عدة أهمها الفكاهة والنصائح والتكنولوجيا ومجالات الإبداع مبادرة لتخلي منتجين يلتافتوا أكثر لهذه المواهب الشابة لتشتغل بإمكانياتها الشخصية ويتقدم حاجة يعني على قد كبير من احترافيات واختار يوسف بعلوج للموقع شعاراً أو أيقونة لأبو طربوش وهو يبتسم على طربوشه ترددات كدليل على النات وعالم التكنولوجيا ومع أول ساعات الإطلاق لفت الموقع أنظار المعجبين والمهتمين بهذا العالم الافتراضي بشكل لافت